طيب يا مولانا ما هي مواصفات العبد المستحق لمغفرة الله سبحانه وتعالى؟ نعم هذا سؤال يفتح أبواب كثيرة ولكن إجمالاً نقول أنه إذا كنت من المعتزلة يقولون أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه قبول جوبة التائب إذا تاب وحقيقة هذا مذهب يعني لا يمثله كثيرون من نحن لازم نتفق على أن أهل السنة والجماعة هم جمهور المسلمين يعني 90% من غالبية 90% أقل من 90% حتى الآن قديماً وحديثاً أهل السنة يعني لهم الأشاعر والمتردية وأهل الحديث أيضاً كلهم على أن العبد لا يستحق شيئاً لا يستحق يعني يحق إنما إذا تاب الله عليه فمن فضله ورحمته وإحنا قلنا هو غافر وغفور وغفار مسألة مفتوحة للصبح المغفرة مسألة مفتوحة للصبح المغفرة دي مسألة مفتوحة لمن يشاء لمن يشاء ووعد التائب أنه يقبل توبة فعند نستطيع أن نقول عند أهل السنة أن العبد العاصي إذا تاب نعم الله سبحانه وتعالى يقبل توبة طيب إذا لم يتب وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة إذا لم يتب يقول المعتزلة هو معذب ويجب على الله أن يعذبه لأنه مات على مصراً على معصيته نروح لأهل السنة إي رأيكم في الرجل المذنب مات الذي مات مات وهو يفعل الكبائل يعني مات غير ناوي التوبة يقولون أمره مفوض إلى الله لا نقول إنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعذبه ولا نستطيع أن نقول لمن مات على الطاعة إنه يجب عليه أن يثيبه هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد شكراً للمشاهدة